السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا أيها التلاميذ والتلميذات في هذه الحصة من سلسلة دروس المساوى الثالث على باركة الله نبدأ درس اليوم ألاحظ وأكتشف حافظ على الماء يا صديقي حافظ على الماء يا صديقي لاحظوا الكلمة المكتوبة باللون الأحمر حافظ هذه الكلمة في نظركم ما نوعها؟ هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ أكيد إنها فعل وتعرفنا فيما سبق بأن الكلمة تنقسم إلى الاسم والفعل والحرف الكلمة يمكن أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا الجملة حافظ على الماء يا صديقي قلنا بأنه تبتدئ بالفعل حافظ إذن ماذا سنسميها؟ نعم سنسميها جملة فعلية إذن الجملة الفعلية هي التي تبتدئ بالفعل حافظ على الماء يا صديقي إذن هنا أطلب من صديقي أن يحافظ على الماء أو أمره كذلك أن يحافظ على الماء إذن الفعل حافظ يفيد ماذا؟ يفيد الطلبة أو الأمر عندما أقول لصديقي حافظ على الماء فإنني أطلب منه أو آمره أن يحافظ على الماء إذن حافظ فعل أمر حافظ فهو فعل أمر فعل أمر لنلاحظ هذه الجمل استمتعوا بمنظر الغروب أتحدث إلى مجموعة من الأطفال وأقول لهم استمتعوا بمنظر الغروب أنصحهم أو آمرهم أن يستمتعوا بمنظر الغروب أكتبي رسالة لصديقتك أقول لتنميدة مثلا أكتبي رسالة لصديقتك أرسم وردة إذن الفعل أرسم أنا أطلب من الطفل أن يرسم وردة وأقول له أرسم وردة لنلاحظ الأفعال الثلاثة فيتفيد ماذا؟ الطلب صحيح أو الأمر استمتعوا أكتبي أرسم كلها أفعال تفيد الطلبة أو الأمر إذن أفعال مصرفة إلى الأمر من خلال ما سبق ومن خلال هذه الجمل أخلص في عملك التزموا بالبقاء في منازلكم من خلال ما سبق نستنتج ما يري أن هذه الجمل كلها تبدأ بالفعل أو تبتدئ بالأفعال نفي جمل فعلية أخلص التزموا إذن هنا تفيد ماذا؟ تفيد الطلبة والأمر أخلص إلتزموا أفعال تفيد الطلبة أو الأمر إنها أفعال أمر نمر الآن إلى التطبيقات السؤال الأول أقرأ وأصنف كما في المثال أكتبي ينظر قرأ أجب استمعوا المطلوب أن نصنف هذه الأفعال حسب الجدول وقع في الزمن الماضي ما هي الأفعال التي وقعت في الزمن الماضي قبل الآن؟ الأفعال التي وقعت في الزمن الحاضر الآن؟ والأفعال التي تفيد الطلبة أو الأمر؟ المثال كتب الماضي يذهب الحاضر أرسم فهو الطلبة أو الأمر؟ نمر إلى تصحيح التمن الأول إذن أكتبي فهو بطبيعة الحال يفيد مدى الطلبة أو الأمر جيد ينظر فعل وقع في الزمن الحاضر قرأ في الزمن الماضي أجب الأمر أو الطلب استمعوا كذلك الطلب أو الأمر ننتقل إلى التمرين الثاني أنجزك ما في المثال رسم أحمد وردة أنت أرسم وردة أنت أرسمي وردة لننتبه إلى الأفعال رسم أرسم أنت أرسمي على نفس المنوال سنحول الجملة كتب خالد رسالة إلى الضمائر أنت أنت إذن سنحول الفعل كتب إلى أفعال أمر أنت أنت ننتقل الآن إلى تصحيح التمرين الثاني دان كتب خالد رسالة أنت ماذا سنقول أكتب رسالة جيد أنت أكتبي رسالة ممتاز دان نشكركم على حسن انتباهكم ونضرب لكم موعداً في درس لاحق إن شاء الله مع تحيات فريق أساتذة مستوى